السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نوضح كم مدة هضم الطعام في المعدة بداية تتفاوت مدة عملية الهضم بين الأفراد والرجال والنساء وأيضا منهم كبار في السن فبعد تناولك للطعام تستغرق عملية مرور الطعام عبر معدتك أو أمعائك من تقريبا من 6 إلى 8 ساعات لذا تم عملية الهضم في المعدة فقط أما بعد عملية الهضم في المعدة يدخل الطعام الأمعاء الغليظة والذي يسمى القولون لمزيد من عملية الهضم بشكل أفضل وانتصاص الماء منه وانتصاص العناصر الغذائية وأخيرا للتخلص من الطعام الغير مهضوم يستغرق ذلك الأمر تقريبا 36 ساعة حتى نقوم بالإخراج والذهاب إلى الحمام عفنا وعفكم الله ترجمة نانسي قنقر